الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذا الدرس عن أهم قواعد التفسير أو عن مقدمة في قواعد التفسير المؤلف منع القطان ذكر عنوانا في كتابه مباحث في علوم القرآن وهو القواعد التي يحتاج إليها المفسر وتكلم تحت هذا الموضوع عن مسائل هي في الحقيقة ليست داخلة تحت القواعد بالمعنى الدقيق وإنما هي أشبه بالفوائد والمسائل التي يحتاج إليها المفسر وأكثرها يتعلق باللغة العربية والمعاني المتعلقة بأساليب القرآن وأنواع الخطاب فيه والفروق بين بعض الألفاظ والكلام عنها من الناحية اللغوية فأكثر ما ذكره تحت هذا العنوان القواعد التي يحتاج إليها المفسر ليست بالقواعد التي اصطلح عليها أهل العلم وأفردوها بالتأليف وخصصوا هذه القواعد بقواعد معينة لها أحكامها ولها صورتها المعروفة التي هي قواعد كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة ولذلك سوف نعرف بالقواعد القواعد القاعدة طبعا القواعد جمع قاعدة والقاعدة في اللغة هي الأصل الذي يبنى عليه غيره الأصل الذي يبنى عليه غيره أو هي الأساس فالقاعدة هي الأساس أو الأصل الذي يبنى عليه غيره أما في الاصطلاح يعرف العلماء القواعد أو القاعدة بأنها حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته أو القواعد هي الأحكام الكلية التي تنطبق على جزئياتها هي الأحكام الكلية التي تنطبق على جزئياتها مثل في الفقه أو في القواعد الفقهية ليقين لا يزول بالشك الأمور بمقاصدها هذه أحكام كلية تنطبق على جزئياتها كذلك في التفسير سيأتي بعض الأمثلة لهذه الأحكام الكلية إذن القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يبنى عليه غيره أو القاعدة هي الأساس وأما في الاصطلاح في القاعدة حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته أو هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته وهذا طبعا يكفي في انطباقه على جزئياته أن يكون الحكم أغلبيا ليس شرطا أن ينطبق على الكل وإنما أغلب القواعد يمكن أن تكون أغلبية وأما التفسير فقد سبق بيانه ثم قواعد التفسير بالمعنى باللفظ المركب كعلم أو كاصطلاح هي القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة الراجح مما فيه خلاف لأن التفسير إما أن يكون فيه خلاف أو لا يكون فيه خلاف فالقواعد تتعلق أو نستطيع من خلالها معرفة المعاني واستنباط المعاني ومعرفة الراجح مما فيه خلاف إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة الراجح مما فيه خلاف هذا ما يتعلق بتعريف القواعد أهمية القواعد طبعا لا شك أن معرفة القواعد في العلوم له أهمية كبيرة قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا بد أن يكون مع الإنسان وصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وظلم وجهل في الكليات فيتولد فساد عظيم ولا شك أن هذا الكلام من الإمام الكبير له أهميته وله دلالته فإن الإنسان عندما يكون عند قواعد كلية وأصول كلية ترد إليها الجزئيات فإنه يتكلم بعلم وعدل فإذا فقد الكليات والأصول وقع في الكذب وفي الجهل فيتولد من ذلك فساد عظيم قال الزركشي رحمه الله فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي إحدى حكم العدد الذي وضع لأجلها لأن العدد يضبط يضبط الأمور الكلية في عبارة واحدة أو في عدد واحد قال والحكيم هذه مسألة فائدة لطيفة والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بياني إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه فالقواعد تعطيك المعنى للعام الذي يدخل تحته الكثير من الأمور المنتشرة المتعددة والحاصل أن من عرف قواعد التفسير إن فتح له من المعاني القرآنية ما يجل عن الوصف وصار بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم مع ملكة ظاهرة تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير فمن ملك القواعد صار عنده قدرة على تفسير كلام الله تعالى وملكه في التعامل مع الأقوال الواردة في التفسير إذن هذا ما يتعلق بأهمية القواعد فهي تضبط العلوم باختصار القواعد تضبط العلوم وتجمع الأمور المتعددة في قضايا كلية منضبطة يستطيع من خلالها طالب العلم والعالم أن يضبط فروع العلم لا شك أن القواعد لها مزايا فمن مزايا القواعد تتميز القواعد بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة استيعابه للجزئيات وسهولة الحفظ والإشارة إلى المناط والعلة فالقاعدة تصاغ بعبارة وجيزة عامة تسع الكثير من الجزئيات ويسهل حفظها وتشير هذه القاعدة إلى ما يتعلق بجزئياتها مما يحتاج إلى معرفته ولذلك مثلا من ضبط القواعد تمكن من العلم تمكن يؤهله لبلوغ الغاية في هذا العلم لأنه ملك القواعد التي يضبطها العلم بخلاف من لا يملك القواعد فإن كثرة الجزئيات تحيره وتشتته ولا يستطيع من خلالها أن يكون منضبطا على طريقة واحدة في استنباط الأحكام والجزئيات طبعا ألفت في القواعد مؤلفات لكن المؤلفات القديمة كانت القواعد فيها متفرقة فغالب ما ألف في قواعد التفسير إنما هو في كتب علوم القرآن هنا كتب سميت بقواعد التفسير لكنها تتعلق بعلوم القرآن مثل التيسير في قواعد علم التفسير لمحمد الكافيجي هذا أصله أكثره علوم القرآن وصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك كذلك هذا في علوم القرآن واجتمل على بعض القواعد أما التأليف في القواعد ذاتها ففيه رسالتان مهمتان وهما قواعد التفسير جمعا ودراسة للشيخ دكتور خالد السفت وهي مجلدين مطبوعة في مجلدين وأصلها رسالة دكتوراه مقدمة في الجامعة الإسلامية والكتاب الثاني قواعد الترجيح عند المفسرين الدكتور حسين الحربي وهي مطبوعة كذلك في مجلدين وهي رسالة ماجستير مقدمة في جامعة الإمام محمد بن زعود الإسلامية فالثانية في قواعد الترجيح خاصة والأولى في القواعد عامة وهتان الرسالتان من أفضل ما كتب في قواعد التفسير وكثير من كتب علوم القرآن تضمنت قواعد تفسيرية لكنها مفرقة في كتبهم فمثلا كتاب البرهان في علوم القرآن للزركة في الكثير من القواعد والإتقان كذلك في علوم القرآن للسيوطي إضافة إلى ما في مقدمات التفاسير فإن في مقدمات التفاسير ذكر لقواعد التفسير مثل كتاب النكة والعيون للماوردي ومقدمة التسهيل لابن جزي ومقدمة التحرير والتنوير لابن عاشور ففيها قواعد مقدمة ابن كثير وهي مستفادة من رسالة شيخ الإسلام في التفسير أما المصدر التطبيقي لقواعد التفسير فهو كتب التفسير خاصة تفسير ابن جرير الطبري والمحرر للوجيز ابن عطية وأضواء البيان للشنقيطي فهذه الثلاثة الكتب اجتملت على الكثير من قواعد التفسير القواعد لها أنواع قواعد التفسير لها أنواع فمنها قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن كقاعدة مثلا طبعا هناك كتاب آخر أولف في قواعد التفسير وهو القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي وأكثره فوائد ويجتمل على بعض القواعد التي تعين في فهم القرآن القواعد العامة التي يستفاد منها في فهم القرآن وقد ذكر الشيخ السعدي في رسالته قدرا لا بأس به من هذه القواعد مثل المفرد المضاف يفيد العموم كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث طبعا هذه قاعدة لغوية المفرد المضاف يفيد العموم وأما بنعمة ربك فحدث وين المضاف هنا نعمة ربك نعمة فهو يفيد يعني كل نعمة ربك وإن تعد نعمة الله لا تحصها أي نعم الله فهذه قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم أو النكره في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط يفيد العموم ولا يظلم ربك أحدا هذه أمثلة لقواعد عامة وهنا قواعد ترجيحية يستفاد منها في الموازنة بين الأقوال عندما يكون عندنا أكثر من قول فهنا قواعد للترجيح بين هذه الأقوال ومعرفة الراجح منها كقاعدة القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على ما خالفه كقوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه هو رابعهم بعلمه لأن الله سبحانه وتعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم كما في كتاب قواعد الترجيح قال تعالى كانت رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ما المراد بالرتق قال ذكر الأقوال ابن جليل رحمه الله والفتق قال ابن جليل وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولوا من قال معنى ذلك أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما من المطر والنبات يعني ففتقناهما بالمطر والنبات ففتقنا السماء بالغيث والأرض بالنبات وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لدلالة قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون على ذلك وليعلم أن الأقوال إذا كانت محتملة في الآية وبنفس القوة فإنه لا ترجح بينها كقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى فما يحتمل أن تكون موصولة والمعنى يعلم الذي تحمله كل أنثى من ولد على أي حال ويعلم ما في الأرحم ويحتمل أن تكون مصدرية والمعنى يعلم حملة كل أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والقولان صحيحا ويكون الترجيح بين الأقوال فالترجيح يكون إذا تعارضت وأما إذا كانت صحيحة والآية تحتملها فإن هنا لا ترجح قد تقوي بعض الأقوال لكن لا ترجح فالترجيح يكون بين الأقوال إذا تعارضت أو عارض بعضها بعضا أو عارض بعضها نصا أو إجماعا أو لم يكن بينها تعارض ولا مع غيرها ولكن بعضها أولا من بعض هذا ما يتعلق بأنواع القواعد فهي قواعد تتعلق بالعموم في فهم القرآن أو قواعد تتعلق بالترجيح بين الأقوال في فهم أو في معرفة الراجح والأمذلة طبعا كثيرة نكتفي بهذا القدر ونأخذ إن شاء الله في اللقاء القادم نماذج من القواعد في التفسير أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين